أعرف أني حبيت شخص لما نور الطفلة تطلعوا يا لقيت لها الشخص ولا بعد؟ يس لقيت الحب اللي أدوره علي أأمن أنه أنت تجذب الشخص اللي يناسبك فعانتش أنت أدور على شخص يكون كريم يكون كريم يا من قاني وصغيرة كبرت بطريقة معينة ما كان عندي ظهر ما كان عندي شخص أتعلم منه صارت لي مؤامرات يعني أنا أكون مواقف مريت بها بطفولتي لليوم يعني في ناس ممسامحتها بس ما تقرب لي في كبايتين حديك كبايت ماي وكبايت كافي لا مش كافي هيدا سموه الـ Power Energy Drink حتى ما نقول اسمه ولا بدون يدفع مليون دولار لازم يدفع مليون دولار إذا قالنا اسمه نور ستار حبيبي حبيبي تقلبي شكرا لك أن تأتي إلى بودكاست شكرا لك وحاسة أن الحلقة هاي حتكون غير بحكم طبعا معرفتي فيك من سنين وبحكم أنه أنت حدا كتير راقي بأسئلتك يعني أسئلتك تسألها برقي فأنا كتير سعيدة أني موجودة اليوم معك تانكيو أنا بالأكتر ونفس الشي أنا كتير مرتاح نحن اشتغلنا سوا من البدايات تتذكر؟ يس يعني أنا لما شفتك نور يعني هالـ Energy اللي عندك إياها ما شاء الله عنك من بدايتك يعني كنت أول شي ريحتيني هذا بإليك أنا كنت مخرج للبرنامج إعلاني هو البرنامج وكانت نور هي الدايرة البرنامج كله سوا هي اللي عم بتستقبل الجاست وهي اللي عم بتحضر الـ Content وعم تقرأه الـ Energy اللي عندك إياها It was so helpful لأي مخرج يشتغل بعيك إنه قدي إنتي عم تعطي وقدي عارفي لما تقولي هاي لأ أنا بدي عيدها وهي دي أنا يعني كل هالطاقة هاي دي اللي عندك إياها من إنتي وصغيرة والله أول شي قبل كل شي إنه يكونوا إياك أستاذ مثل أستاذ حكمت أستاذ موجود يخرج لك البرنامج أول برنامج بحياتي قدمة كان شرف كبير إلي صراحة فأتذكر كنت صغيرة يعني I think كنت كنت بعدني بمدرسة بس كان برنامج I think ما أنا قدر نقول بذبديك ما عندي مشكلة كان مكياج وبنات وكانت أول تجربة إلي بتقديم البرامج اشتغلنا عليها السواء وكل شي يعني تونسنا كان ونسى أوكي تعبنا وتصوير فوق 12 ساعة باليوم بس كانت النتيجة كلش حلوة واللي حبيت بتعاملي معاك كان العلاقة اللي صارت وانت تسمعلي لما أقول لك طب ش رايك نحط هاي هيك بدل هيك انت تسمعلي يعني يقول لك خليها نجرب فحسيت لأنه كان أكو توازن بالأفكار نجحنا والبرنامج كسر الدنيا بهذه السنة لما نزل وكانت من أحلى تجارب نور نجحنا تجارب الانيرجي نور لما واحد بحب شغله بيكون عنده هيدا الاندفاع والانيرجي وانا بنسبله إلي أوكي عم بهتم بالإضاءة وبالتصوير وكل الأمور التقنية وانت يعني ما عم تتعب يعني ما شاء الله عنيك ما عم تتعب مش لأنه ما فيه تعب نحنا اشتغلنا مثل ما قلت يعني عم نصور حلقتين كنا باليوم وعم تعطيها الأنرجي كلها بتعطيها للضيوف They feel it بحسوا فيها يعني هو الطموح اللي بيخلي هيدا الشي يصير عند الإنسان يقول أنا ما بتعب أحس مو قصة ما أتعب أحس هي مسؤولية وجودك يعني أنا بتصوير برنامج ميكياج بنات أنت تذكر كنا تيم كبير كان في البراند كان بوقت حد تصويرنا بمقار يوتيوب يوتيوب سبيس لما كانت موجودة فكان تيم اليوتيوب تيم البراند تيم شركتك حضرتك موجود الضيوف فأنت تشوف كمية الناس اللي موجودة والمسؤولية الكبيرة وجزء كبير من وجودهم كمان تقديرا إلي يعني أنا يختاروني موجودة أقدم هذا البرنامج الشبير فأحس إذا ما نطيت أكثر من مية بالمية من جهدي كأني خذلتهم فأحساس المسؤولية لما يكون عالي عندك راح تضطر تقدم أفضل ما عندك كمان أحساس المسؤولية يجي لما أنت الثقبية يعني أنا لما أباوع عليك وأشوف ثقة أقول ما أقدر أخذ الثقة المخرج لا لازم أنطي أحلى like energy وكل طاقة عمود يعني ياخذ اللي يريده واللقطة المثالية وما يظل يعيد والأنرجي تصير down والضيف يتعب فهي I think فكرة إنك تكون حسب المسؤولية الناس اللي حواليك مؤمنين بيك ومتحمسين لشي اللي تسوي خلص you give your all مثل ما يقولون واحد بيكسب من هالشي نور لما بيشتغل مرات بيكون عنده نحنا we all doubt ourself خصوصا بأي برنامج بأي خطوة جديدة من أن نعملها أو بداياتنا بالعمل بالشغل بالحياة عطول في عنا يعني هيك شوي doubt لما بيكون في شخصين عم يشتغلوا مع بعض الواحد لما بفكر إنه أنا تعرفي شو أنا مثلا شاكك بشغلي هيدا بيرجع لما بيلاقي اللي قدامه عم يعطيه بيرجع بعيد هالسقة بحاله ونفس الشي الشخص التاني محتاج مني نفس الشي يعني هالتبادل بالانرجي اللي بيعطيه كل شخص بالسماء بالأبروفل وإذا إنه بده يعطي رأيه بيعطيه بس بعد ما يقل له اوكي نايس بس شو رأيك مثلا بهاي الطريقة اوهاي الطريقة I think هي الاسلوب أولا وبكل العلاقات فيه لازم يكون توازن يعني أنا برأيي أحسه أو أسميه توازن علاقات الشغل علاقات الشخصية علاقات العائلية لازم يكون توازن توازن بأنه أنا أخذ وأنطي بالنهاية الطاقة اللي تنطيها لازم ترجع تستقبل طاقة أمود أنت همين أترتاح لأنه إذا ظل تنطي تنطي ما رح تنجح الحلو مثلا بقصتنا أنه برنامج هنا أنت تتسئلين الضيفة سؤال مؤثر فأنت يعني مثل تنطيني الدليل للتحركات فأحس لأنه كان في توازن وصلنا للنجاح هو التوازن بالعلاقات أساس النجاح إذا ماكو توازن أكو خلل ولما يكون في خلل يكون في فشل فالتوازن أهم شيء التوازن والدعم والبوزيتيفتي يعني لما نحن عم نخطب مثال هيدا الشيء اللي ما رأنا فيه بس لما أنت عطول الشخص وهيدي اليوم كنا عم نناقش هذا الموضوع مع التيم تبعي أنه لما بيجي كومنت مثلا من الكلاينت بيجي الكومنت فيه كلاينت كنا عم نقول نوعين وكي مش عم نحكي على الكلاينت بس عم نحكي هيك شكل عام شغل ففيه أشخاص بيقولوا برافو it's nice يعني شغلك حلو مثلا بتكون أنت اشتغلت شيء بيقلك برافو فيه كلاينت ثانيين أو نوعية عالم بيخافوا يقولوا برافو بيخافوا يقولوا لك يعني بتعرفي كتير حلو اللي عملتي بيخافوا أنه بيقولك بركي يعني إذا أنا قلت كتير حلو ما رح يعطيني أحسن أو يمكن يغلي علي أو يمكنني يشوف حاله أنا ضد هذا الشيء يعني أنا اللي بيقلي برافو أعطيه أكثر لأنه قدرني اللي يسمعني كلمة حلوة أسمع أضعافها لأنه سعدني يعني دائما اللي ينطيك أضطي أضعاف بس أعتقد في ناس يمكن هما كبروا بهاي الطريقة ترى اللي تشوفه ببيتك يأثر على أنت شون تتعامل مع محيطك بعدين سو يمكن هذا الشخص هو ببيته لما كان يسوي أحلى شغل عنده أهلا ما يقولوله برافو ما يقولوله جيد جوب ما يقولوله واو أنت تجنن شغلك حلو لا دائما يحبطوه فهو خلص تبرمج عقلي على سياسة أنه ما في شيء بريفك لازم دائما تكسر غيرك عشان تطلع منهم شيء أفضل فهي برمجة مخك يعني تراكمات من تجارب سابقة أنت مريت بيها فأني هذا الشخص يمكن ما قلومة أوكي صعب التعامل وياه ممكن ما أرجع التعامل وياه مرة ثانية بس أتفهم ليش هو يسوي هيج يعني أعتقد أني وصلت عمر صرت لما شخص يسوي إياه تصرف أحلله أنا شخص عاطفي وأنت تعرف الشخص العاطفي اندفاعي فأني كل عمري اندفاعية يعني أنت تقول لي كلمة أنا يعني أريد أرد بهاي اللحظة وأريد أندفع وأريد أدافع عن نفسي أو أبرر لك أو 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 بس بخلال الكم سنة اللي مضيه اتعلمت شيء أنه أنت لما يجيك ردة فعل من شخص أو موقف حلله قل هذا الشخص ليش ديسوي هيج لما أنت تحلل رح تهدأ ورح تردد فعلك على موقفه تكون غير تماماً ممكن تصدم هذاك الشخص ممكن شخص يجيه يجم عليك بحقد أو بكره ممكن أنت ممسوي له شيء بحياتك مأذيته فعلياً إذا تروح تفكر بالموضوع أنا ما عرفة لهذا الشخص ليش ديهاجمني بس هو يمكن ديهاجمك لأنه فيه نقص فيه أنت وجودك يذكره بهذا النقص فهو كارهاك لأنه أنت وجودك دي ذكره أنه أنا يعني هذا الشخص مع كل شيء مر بحياته نجح أنا عندي كل سبل الراحة فعليش ما نجحت أكيد أنت التقيت بهذا الشخص من قبل أنه نقص به يخليك مكروهة بعينه فأنت لما تحلل الموقف وتوصل للخلاصة أنه أنا ما أذيته فردت فعله تجاهي مشكلة من عنده أنا ما جرحته ساعتها أنت رح تهدأ ما غري ما أذيته ما رح أخلي هسه الموقف اللي سوايا يطلع مني شيء سيء هو يريد يطلع مني ترى أكوناس مرات يظلون يؤذوك 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 يردونك تطلع أسوأ ما فيك وبس تطلع أسوأ ما فيك يقولون لك آه شفت أنت سيء يصيروا يرضوا عن حالهم فأنت لما ما تطلع لهم سيء بالعكس لأنه أنت جد هيج يعني ما تطلع لهم سيء بالعكس أنه أنا أم جس جاي أكون نفسي I'm being me ساعتها تلقيهم زاد 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 بعدين بعد سنة سنتين هم رح وحدهم يصحون يقولون لا أنا شنت ظالمة فلانا فلانا ما أذتني صراحة أو ينئذون من شخص ثاني يعني شخص الله يسلط عليهم شخص ثاني يؤذيهم ويجرحهم ساعتها يصفنون هيج يقولون إحنا جلنا ظالمين فلانا وحاطين عنا عليها والله طلعت بنت أصل هذا كل اللي سوينا بيها وما أذتنا بس هاي اللي إحنا سوينا بيها معروف أذتنا شايف كما تدين تدان بالنهاية يعني أكيد موجود بالقرآن يعني مليوم بالمية كما تدين تدان الشخص شو ما يقدم يرسيف سهما يمكن الشخص يأذيك حسا نور اليوم يعني ما ترد ماكو ردة تفعل بعدين أؤمن مية بالمية بالكارما ترد يتأذون وأشوفهم يتأذون ويرجعون يقولون نور ترى إحنا غاسفين ظنينا بيج سوء فاديوم أو أذيناتش بها الطريقة فاديوم بس when they got their karma بس نور هيدا شي درينيج يعني بنشف الإنسان يعني أنت هلا عم تحكي عن خبرة يمكن مريت مع الوقت والخبرة وتعاملك مع العالم صار تعرف تفرق الإنسان اللي عم يعطيك negative energy من الإنسان اللي عم يعطيك positive energy الإنسان اللي فعلا هو عم يعز بك يمكن يقلك أنا لا مش يعني أنت مفكر عطول واحد بشكلتلك بشك بحاله فكر أنا الغلط من عندي لازم أعمل أحسان لازم كذا بس أنت صار عندك خبرة تفرق بس في أشخاص إذا ما عندهم يعني هالخبرة بيفكر عطول بلوم حاله ويعني ما رح يقدر يجي مثلك أنه يهدى ويعني بده بهاللحظة بده الكلمة الحلوة رب العالمين قبل ما ناخذ أي خبرة بالدنيا نطعنا فطرة خلقنا بفطرة هي أساس كل شي فطرتك كم مرة تشوف شخص ما ترتاح له صح؟ بيك شي من جوه ما يرتاح تحسنه زينه ياه كلامه جيد يعني بس روحك بمرتاحة هاي فطرتك قبل الخبرة قبل الخبرة في فطرة أنت دائما صدق الفطرة اللي رب العالمين حطها بيك رح تنجح صدقني صحة يعني يعني ده أحتي لك من مواقف أنا مريت بيها يعني طفولتي كانت صعبة صعبة مراهقة كانت صعبة حتى هسا سنين الشباب الحمد لله أشكر ربي على اللي أنا بي أكيد بس يعني هم المجال مجالنا مهين ولما تكون ناجح بمجالنا يا الله الأحجار اللي تترمي عليك حتى أحجار نارية يرمون عليك لو بيدهم يحبطوك ويكسروك ويعني يخربون سمعتك ما يقصرون لأنه مجالنا مهين أنت تعرف أنت بالمجال من سنين فبكل هاي السنين اللي هي طفولتي مراهقتي اللي حماني فطرة رب العالمين الفطرة اللي الله حطها بي جانت تحميني جنت أحس مثلا هاي مراحة البنت أبعد أحس أنا ما أعرف بعدين تلف الأيام صدق هاي مثلا ربي هي شي يخلي بي فطرة معينة مثلا أحس إحساس بعدين أكتشف لنا الصح بعدين أسحب نفسي نفس الشي أشخاص الزينة مثلا أشوف شخص أحس رتاحات له أقرب منه يكون فيه خير إلي ربنا حاطة سبب بطريقي يريد يساعدني أوصل للخطوة الثانية من حياتي ترى في ناس كثير ربنا يحطهم بطريقك يساعدوك وتوصل للخطوة اللي بعدها صح صح في ناس هاي وظيفتهم حياتك مو يستمرون بس هم يعني من رب العالمين رب العالمين مثل يعني ما يقولون أنه بعثهم بطريقك عمود يرشدوك بطريقة معينة أنا كلش أؤمن بالإشارات يعني من أنا وصغيرة كبرت بطريقة معينة ما كان عندي سند ما كان عندي ظهر ما كان عندي شخص أتعلم منه يعني طفولتي أمي مرضت بعمر صغير فحسيت نفسي كنت وحيدة هواي واني صغيرة وحتى من كبرت بلشت شغل عمري صغير طول الوقت مشغولة ومرقزعة شغلي فهذه نوع من أنواع الوحدة كنت تتكل على إحساسك كنت دائما أتكل على إحساسي وأحس أنه ربي يرسلي طرق توجهني بالحياة كطفلة لأنه طفلة منه رح يعني يوجهني فكنت أشوف شي كنت مثلا يكون عندي سؤال سؤال شا سوي يا ربي أنا شا نوع أسوي مثلا عندي شغلت يا نارد أسويهم فجأة يطلع شي على التلفزيون يلمح لتلميح شخص ألتقي به يكون مثلا بمجال يقدر ينطيني النصيحة اللي أنا أحتاجها كتاب أفتح ألقي بي جملة والله العظيم هاي صارت في حياتي بطريقة لليوم أتصير لليوم حكمت لليوم أنا إذا مثلا محتارة و مضايقة وحاسة يعني بضياء أختلي أبعد عن كل الناس أختلي لأنني متعودة من أني صغيرة أظل لوحدي ويجيني يجيني الجواب اللي أنا أحتاجه يجيني الجواب يوصل فعندي هاي النوع من العلاقة يعني أو الإيمان ما أعرف ما أسميه ما أريد أطلق عليها تسمية على المواد ما يجي شخص يعني يفهمني غلط بالتعليقات ويحس أني أنا يعني يمكن منطقي بس هذا إحساسي بس هيدا الشيء موجود بس أنت 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 نميتي عندك يعني نحن موجود عند الكل كل شخص يعني بيجي أول أول إحساس أول شعور أنه بيرراحة لأشخاص أو مثلا بيحس بينقز قلبه نحنا منقول باللبناني أنه نقزني أو مرتحت له يعني هاي أو رتحت له نقبل العكس صحيح بس نحن مرات منطنش عن هيدا الأحساس والله أنا أقول هذا الشيء هو اليقين you know believing like الإيمان لدرجة اليقين أنت متيقن أنه الله رح يرسلك إشارة أنت متيقن أنه الله رح يختار لك الصح حتى ولو كان مؤلم هسه يعني أنا بمرحلة من حياتي أضو الله من كلمة آخر يعني بمرحلة من حياتي شنو ما ييجي من ربنا خير يقين عندي يعني واصلة مرحلة متيقنة أنه شو ما أجى من الله خير لو شي مؤلم لو وجع لو كسرت قلب لو heartbreak اللهم دعم من بدعائي أقول يا ربي لا توجع قلبي بأمي وأخواني كل شي منك أتقبل وأدري بيك ما ترسل لي أي شي شر أنت كل شي منك خير بس يا رب لا توجع لي قلبي بأمي وأخواني لأن نهاني هم بشر يعني بالنهاية إلي قدرة تحمل بس مع ذلك أحس أنه الله ماكو أرحم منه ماكو ماكو أحم من قلب رب العالمين عليك ماكو أرحم من رب العالمين عليك ماكو أقوى سند إليك من رب العالمين تعرف إن كان الله معك فمن عليك وإن كان الله عليك فمن معك لو جيوش توقف بظهرك أو بوجهك تريد تأذيك وإنت عندك ومؤمن وتعرف نيتك زيانة وقلبك زيان وتعرف أنك ما تريد تأذي وتتواصل مع ربك أنه رب أنت تعلم ما في قلبي والله لو اجتمعت كل البشري أنها تأذيك ما تقدر تأذيك وهذا أنا مؤمنة بي يعني إيمان تام ومريت مريت بكذا يعني 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 بعمر بعدني صغير بس أنا مريت بهواية تجارب من قبل بعمر صغير علمتني وشفت على أرض الواقع أنه صارت لي مؤامرات صارت صارت مؤامرات واني صار مصدومة أنه شون أطلع من هاي المؤامرة شون أطلع يمكن يعني بعض منهم بمجالنا وبعض مو حتى بمجالنا يعني 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 الناس ما تحس أنه أنا دحتي عن شي معين أنا دحتي بحياتي بشكل عام يعني السوشال ميديا جزء من حياتي بس وكل حياتي بس صارت لي هواي إن كان بأشياء عائلية إن كان بأشياء شغل غير السوشال ميدي إنه هيج تحس مؤامرة وقدام عيوني وأنه أملاك صاف نيج بعدين أرجع أقول نور It's gonna be okay It will be okay You will be okay وفعلا تلف الأيام وكل اللي تآمره والشي اللي يألفه وحاكه يخرب وآني أنجح والله العظيم يمكن يعني ما أدري بس أحس أنه يعني ما أريد أضرب لك مثاليات وما أريد أقول لك أنه أنا الإنسان المثالية أكيد أنا بي هواي أشياء غلط وبي هواي أشياء دا حاول يعني أطورها وأصلحها من نفسي بس يمكن شي وحيد دائما أخاف يتلوث نيتي لنفسي مو لشخص معين يعني أنا اليوم كل الشي فاتحة قلبي إليك لأنه جد جد أريد يعني اللي يشوف هاي المقابلة يا رب إن شاء الله تأثر بي لو واحد بالمية ممكن يعني تساعد ناس لأنه بالنهاية كل خير أنت تسوي العالم يرجع لك فأني that's why فاتحة لك قلبي اليوم فأنية نور أنا حاسس في طفل صغير جواتك في طفل صغير عطول بترجعي له هيدا الطفل اللي هو نور الصغيرة اللي كانت ترجع لحالة من وقتها هيدا الطفل بعده طاهر من جوه وهيدا أكتر واحد صادق لأنه نحنا بس نكبر بيروح الطفول اللي بتروح مننا بس نكبر مع العمر نتلوّس شوية نتلوّس شوية إذا ضل الطفل داخلنا موجود اللي بينه وبين حالنا بنحكي معه هيدا أصدق شيء بالنسبة لقلنا لأنه هيدا اللي كان عنده المشاعر بوقتها من أنت وصغيري هيدا اللي كنت تلجقي له إيمانك بأله ونفسك كنت تلجأ لنفسك وتجي تقولي أنا حاسة هيك لمين بدي أحكي أنت كنت تحكي لحالك لأنه بعرف أنا من مسؤوليتك اللي أخدتها من أنت وصغيرة اللي أنت غسمن عنك تحملتيها وقفتي مع أهلك مرجعك الوحيد هو نفسك وقوتك منين جبتها الطاقة شوف أحس أنه يعني هو هذا الإحساس اللي أنا أحسه هو نفسه اللي أحسه من أني وطفلة يعني هذا لذا أشرح لك إياه هو نفسه اللي أنا أحسه من أني وصغيرة لما كانت أشياء تخوفني مثل الظلمة مثل الكهرباء لما تطفي مثل ما انتقلنا بالحروب هاي النقلات الكثيرة وهذا الشعور بالضياع هو نفسه موجود عندي لليوم بس همي أنا يعني أنا بالمراهقة يعني نور المراهقة شوية كانت أغرسيف دخلت بهذا مود الشوية اللي وإيثنك هم دخلت له لسبب معين يعني ربي رادني أفوت بهذا المود أفوت أتعلم شي معين بعدين أطلع منه فتت بمود اللي هو طب يا رب هذا too much علي اللي آني ده أمر بي كل شي هوية علي يعني آني أطلع من شي أفوت بشي أذقل أطلع من حفرة أفوت ببير مثل بالعراق يقولون ينو فاي واي صغيرة يعني صعوبة 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 يعني ما كانت هينة مثل تركيا فتن عليها كبلد ما نحكي لغته أمي على ويلتشير أخواني ثنين صغار آني طفلة يعني شنو آني عمري لا يتجاوز الثناش سنة ثلاثة عشر سنة وما أحكي اللغة بلشت أشتغل عمري صغير ما كان هينة شنو أطلع الصبح ثلج باردة ما حنتي ثياب ثقيلة وأني أقولها أقولها يعني لأنه بالنهاية ما أستحي من هذا الشي يعني إحنا كعب العراق وكعائلتي إحنا أهل خير بس الوقت لعب بينا مثل ما تقول أمي يعني الوقت ما يعني صارت مشاكل والحروب بلدنا وقلبت الدنيا بالعراق وصرنا نتهجر فدار الزمن ومرنا بهاي الظروف بس أنا أحكيها وأقولها يعني أنا جعت وبردت وتعبت وحسيت نفسي وحيدة وبشيت وبعمر اللي هو ما يتحمل الطفل هذا كله فمن وصلت مرحلة المراهقة حسيت بغضب أنه I remember يعني أنا بهاي الفترة كلها لليوم أنا أحب أختلي وأحكي وعي رب العالمين هاي ممكن أول مرة أقولها ما هو أشارك هذا الجزء بس أنا أحب أختلي لوحدي بغرفة وأصير بس هي شي خلوة مع رب العالمين وهاي منت شنت أسويها وصغيرة ما شت أفهمها بس بهذا العمر خلص صرت أفتهم شنو هذا الشي اللي شت أمر بي ف بالمراهقة لما شت أقعد بهاي القعدات وأفكر بحياتي شت كلامي مع رب العالمين كان غير كانت اللغة اللي هو ليش يا رب أنا أحبك أنت ليش تتسوي بي هيج زين أنا أخاف منك يعني أنا ما سوي غلط يعني طفولتي مراهقتي حتى شبابي يعني كلش حط حدود لنفسي لعدة أسباب أولها أنه أنا ربيت مع أم سنجل مام هواي ناس راهنوا أنه بناتها رح يفشلون فهواي ناس كانوا يردوني يزوجوني بعمر صغير عشان يخلصون من مسؤوليتي كابنت بس أمي حاربت على مودنة قالت لا بناتي درسن بناتي ذكيات خصوصا النور يعني أنا كانوا يردوني يزوجوني بعمر صغير بس ماما ما خلتهم وقفت قالت لا بنتي قوية يعني إلها مستقبل وعني جيت كل الشاطرة بالمدرسة يعني I was so good in school فقالت لا إلها مستقبل ممكن تصير دكتورة ممكن تصير محامية ولما كبرت دائما عندي هاي الخطوط الحمرة يعني ما أسوي هواي أشياء اللي هي طبيعية بحياتي يمكن البنات اللي من عمري بس أنا ما سويها مثلا أنا بحياتي نمت ببيت صديقتي growing up بحياتي ما رحلت رحلة مدرسية بالبلدان العربية اللي كنت عايشة بيها حتى بأمريكا لا بأمريكا يمكن رحنا بآخر كم سنة high school بس يعني أكو هواي كانت عدي لمت لمت أنت حاطتي ولا حالك يعني شغلات عادي البنات اللي من عمري سووها أنا ما سويها ما سويها أخافة سويها ويطلع ظن الناس والشمات الشامتين بأمي صح فحندي هذا الحمل على ظهر يعني طفلة يعني أختلي بنفسي أقول لها ربي طيب يعني 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 أحبك ومثلا أنا ما بسوي هيت و هيت وعدد لي أنه كأنه مربحة جميلة يعني هذا طبيعي ربي أنا ما بسوي هيت فلانا سويت هيت أنا ما سويت شفت فلانا طلعت راحة موعد مثلا أنا ما سويت هيت أنا ما قدر فأحشي و هي رب العالمي بس عندي هذا العدم الرضا يعني أخذت مني هيت وخذت مني هيت وهاي وهيت وهاي وعدد لي أنا هسا من أذكر هاي المواقف أضحك أقول يعني أنت شون ش أنت تتحجين ويا رب العالمين تقعدين تتحجين هيت شون يعني استغفروا الله بس أنت تكون طفل جاهل يعني ما عندك وما عندك أحد تلجأ له ما عندك حدا تاني نعم فتقد تحكي خلص هو ربك يعني هو خلقك بعد أكو أرحم من عليك بذاك العمر مجي تفهم هذا الشي بس دائما عندي هذا الغضب أنت ليش ليش جي ليش ما تطيني ليش ما تطيني غير حياتي ليش ما تغير حياتي أنا دا سوي كل شي صح أنت تريدني أسوي دا أدرس دا أهتم بأمي دا أشتغل دا أتهب طب أزقني يا رب فأني يمكن همينا الحاح بالدعاء أنا تشت كل شي ملحة يعني تشت دائما أنق بدعائي أنا سويت هيتشو هيتشو هيتش طيني أرزقني فرجها علي يا رب لما كبارة اكتشفت همانا ترى الملح بالدعاء الله يحب الملح بالدعاء اللي ما يستسلم يعني وهو يطلب منه ويؤمن أن الله رح يطين طول عمري كنت أعرف أنه الله يعني من أطلب منه أعاتبه أعاتبه كأنه كانت في مقولة يقولوها هوايه بسوريا فأني يعني تحرف أنت يعني أكو سنين كبيرة عاشتها بسوريا بفترة طفولتي حتى فعلقت براسي اللي ما إلا أب إلا رب فأني هاي الجملة من سمعتها بعمر صغير اللي ما إلا أب إلا رب صدقتها وانت طفل الطفل يعني هاي العمر السنين هذول شو ما قالوا لك تصدق تصدق فأني صدقت اللي ما إلا أب إلا رب فأنا الله هو ربي خلص لازم أنا أطلب منه اللي ما أقدر أطلبه من شخصتاني أطلبه من الله فجدًا ملحة بالدعاء حتى من نزعل وشنت أعرف شن أريد أريد هيج أريد هيج أريد هيج أعددهم وتصدق إنه كل شي جنت أريد حصلت عليه وذا تشوف قصتي وشون حصدت على كل شي أريد ترى غريبًا غريبًا يعني الحمد لله والشكر سبحانه ربي بس غريبًا شون أنا بلش يوتيوب بعمر صغير وغالي بالمدرسة وبعدين ينجح وأنشهر ومتابعين وصير رقم واحد باليوتيوب واسمي تحكي بي الناس وسبحانه ربي وبعدين تعلم يعني شوف أنت فكر ترى يعني صعبة تصير صعبة أنت نور كنت تلجأ إلى ربك بس كنت تقولي ليش أنا عندي هالحمل كله سوا كنت ما أقول لأهلي يعني ما أقول لأمي بحياتي ما حسست أمي أو أخواني ولليوم يعني ما أنه أوه لا أنا ليش يجري بس أنت لما ما تقولي عم تزيد الحلم على حالي الحمل على حالي بس كنت أذكر كم سنة من المراهقة كنت كتير غضبانة عندي غضب عنديك غضب 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 على كل شي غضب على حتى ناس من العائلة يعني أنا أكون مواقف مريت بها بطفولتي لليوم أنا في ناس مو مسامحتها يعني مسامحتها بس ما تقرب لي هذا هم طبع بيا يعني أنا اللي أذيني خلص ما قربة مرة ثانية لأنه أنا ما حب يعني أنا إذا أذيتك ليش أذيك إذا أذيتك مرة يعني أنا مقاصد أني أذيك صاح حتى لو مرة هي أنا أذيتك جرحتك يعني عن قصد بدأ نحجي معنات أنا قاصدة معنات لما أجي أقول لك آسف أو آسفة لا مو هاي الكلمة اللي راح تشفي لك جرحك في ناس بطفولتي جرحوني وشفت وجوه حقيقية لبعض الأشخاص ما قدر أدخلهم حياتي مسامحتهم من بعيد يعني حتى ما قلت لهم أنا مسامحتكم مسامحتهم من بعيد طب ليه نور ليه يعني أنت كعائلتك بلشت من عائلة بسيطة منها منها يعني كان في طمعة كان في حقت كان في غيرة كان في يعني شو السبب اللي خلى هالشي كون موجود محملينك يا وانت صغيرة ليش ليش بدو يعرق له بنت عم بتساعد أهلا عم بتجرب لا لا مو هيتش سوأني أمي وإحنا صغر مرضت وآني أمي يعني من السيدات العراقيات القويات اللي هي يعني تعبت على نفسها وشهادتها وتتعرف العراق العظيم يعني شهادة بالعراق لها قيمتها وثقلها النساء الغير يعني ترى العراقيات معروف عنهم أنه strong إحنا قويات خوات الرجال إيه خوات الرجال فأمي يعني كانت سيدة أعمال بالعراق همي نعدها الله رازقها إلها ثقلها يعني صحيح هي يعني الله أخذ منها شي أخذ منها نعمة المشي هي دوم تقول لي تقول لي الله ياخذ وينطي بس همي أنا يعني ما استسلمت يعني الناس كانوا يقولوا لها هذا الكلام أنا حاتيته من قبل بس بما أنه دا نحتي عن الموضوع الناس كانوا يقولوا لها يعني أنت إنسانة عندتش إعاقة ما راح تتزوجين ما راح تخلفين ما راح تشتغضين ما راح تدرسين جامعة ما راح بس هي يعني سوت كل هذول سوت كل هذول ف حتى ترى اللي يشوف أم قوية يتأثر بيها يعني يمكن أنا همي أنا القوة اللي عندي اليوم فضل رب العالمين أول شي ثم في عندي مثال حي شفته بالواقع أمي بس القوي إذا انكسر كسرتها تكون موجع مؤلمة فأمي جتها فترة انكسرت بالفترة اللي انكسرت فيها وانجرحت وتعبت هنا أنا شفت كطفلة ما هم بالنسبة لهم طفل ما راح يعني شي أثر بس الناس ما تعرف أن الطفل يكبر رسالة لكل شخص الطفل يكبر وبيسمع بوقته وبيفهم ويفهم والأذية تنرد في ناس تسامح بس في أطفال ما تسامح فاهم عليه ناس تنسى يقولك طفل الطفل يكبر فأني كطفلت انت شوف قدامي أملك شنا شدي يصير شفت وجوه حقيقية شفت مواقف شفت ناس فرحانين أنه وقعت ماكو رحمة شفت ناس ما حدها رحمة ترى الرحمة حلوة يعني رب العالمين حط بقلوبنا رحمة لسبب نرحم الناس العفو حتى العفو العفو عند المقدرة هاي كلها شنو كلها أنه أنت ترحم غيرك الرحمة الشعور جدا مهم لأنه هذا الشعور يخليك تنطي يخليك تساعد يخليك يعني يخليك إنسان شنو الإنسان بدون رحمة وحش إنسان بدون رحمة وحش تبع لانه فأني يعني اللي شفته بعمر الطفولة شفت بحوش ما شفت بشر هذه الذكريات ما رح أقدر أنساها ذكريات يعني ذولي الأشخاص سرقوا طفولتي مني ذولي أشخاص أدوني خلوا عندي كوابيس لليوم كل شي يصير وياك بطفولتك يلاحقك لما ماتك بعيد الشر فكوابيسي اليوم اللي تجيني من الطفولة جتني بساعد هذول أشخاص لهيك هما مو يمكن قصدهم نور هما مو فاكرين هما بعجان طفل بس الطفل يذكر والطفل بنقذع أكتر والطفل بحس أنه شو زنبي أنا يعني ومثل ما قلت أنه سرقوا منك طفولتك بمعنى أنت بعمر صغير تحملت مسؤولية كبيرة وما قدرت تعيشي الطفولة ما قدرت تقولي أنا بدي عيش مثلي مثل أي طفل بدي ألعب بدي اهتام بدي غلط أنت قلت ممنوع أنا الغلط يعني حطيتي أشياء على حالك ممكن ما بتستهليها أنه مش وقتها هلأ يعني هالمسؤولية هاي مش وقتها ممكن واحد يحطها أهله يحطولو إيها بس هو يختار على نفسه أن هما كانوا متوقعين للغلط متوقعين للفشل متوقعين للهما شايفين نفسهم أنا ما أعتب عليهم لما شخص يكون فاشل ما يشوف غير الفشل ومتوقعين لي نيتهم السيء أنا نيتي كانت حلوة أنا ظنيت بالله ظن حلو ظنيت برب العالمين خير وصلي خير وعلى نياتكم ترزقون صح هما نيتهم ما كانت صح نرجع لكلمة النية ترى والله هذا الكلام مهم أنا بالنسبة إلي كلش مهم هذا الكلام هذا الكلام اللي اللي رح يظل الباقي كله يروح ترى أنا اليوم يمكن موجودة على السوشيل ميديا ما تدري باتشل اتزوجت اتزلت خلص لأنني سوشيل ميديا أسويها لأني أحبها يعني أنا وجودي بالسوشيل ميديا هو حب هذا المجال دخلت له بعمر صغير شغفي شغفي يعني أصور 16 ساحب اليوم سعيدة مبسوطة واليوم أنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلت مرحلة يعني أسويه بحب فممكن أنا اليوم موجودة ده أقول لك هذا الكلام اللي طالع من قلبي إن شاء الله يوصل لقلوبه هواي من الناس اللي تتابعنا باتشل ما موجودة بس يمكن تكون رسالة لشخص اللي يحضرنا هسا على نياتكم يا عبادي ترزقوا نور طلعت شرارة من بنت صغيرة شرارة بعدها والعاني اللي هي شغف وحب للنجاح وللندفاع لقيت أنت فرصة نجاح هي السوشال ميديا أو اليوتيوب بهديك اللحظة حسيت إنه هيدا هيدا هو المخرج هيدا هو الشي اللي أنا عم بعمل اللي قادر أنا وقف عجري قادر أنا أدعم أهلي قادر أنا كون شخصيتي بهديك اللحظة بهداك العمر كنت حاسي بهيدا الشي شوف أنا يعني كل عمري من زمان أعرف أني أنا هأنجح I know بإذن الله يعني دائما أقول أي شي بإذن رب العالمين بس I always know إنه رب العالمين مخبيلي شي حلو حتى هسه هساني مقاعدة وياك أعرف أن ربي مخبيلي شي أحلى بعد لبعديين بهواي أحلى يمكن يكون على السوشال ميديا يمكن ما يكون على السوشال ميديا الناس ما تعرف به بس بيني وبين نفسي I know في أشياء حلوة جايتني so أنا دائما كنت أعرف أني حنجح بس شغلة السوشال ميديا لما بلشتها بلشتها بحب وكنت بوقتها أنا بالمدرسة فكنت شاطرة بالمدرسة وكنت عم بعمل السوشال ميديا اللحظة اللي عرفت بيها إنه السوشال ميديا هي فرصة حلوة وركزت عليها كانت لما إجاني أول إعلان بحباً فعلاً شخص يتفعل يريد دقيقة أنا صار لي عم بعمل فيديوهات مو إنه شغف واني بالمدرسة فصفانة تيج صفانة دقيقة نهاية تقدر يكون شغل فبديت اللحظة أذكر I remember هذاك اليوم صارت السوش اللي like أوكي أوكي يعني ما ضروري أروح أدرس طب يعني خاف من الدم كل شيء خاف من الدم بس الطب بأمريكا قوي يعني دخل مبالغ ويعني بريستيج وعني شاطرة فكان كل الأساتذتي أمي طب نور طب نور طب أو ممكن محامة نقبل بيها فأني جتباني وبين نفسي أحب المحامة لأنه قوة شخصية أنه هي شيء حقك يرافع يحكم أنه قوية هيك قد حالك فممكن بس بس 70% طب فلما سويت أول مبلغ من السوشال ميديا قلت أوكي ما راح أفو الطب خلاص ما ريد الدم ما دعين كلش ما أحب الدم بس مجبورة خلاص لازم أنجح فأمي أتذكر ركزت على السوشال ميديا وكان مبلغ كلش بسيط أنا أول مبلغ من دفع لي كان كلش مبلغ يعني يمكن بالنسبة لبعض الناس قوي بس مقارنة باليوم مبلغ بسيط بس أذكر الصرخة اللي صرختتها بالبيت لما يعني ودولي إيميل فقالوا لي شكتر دين على اليوتيوب فيديو فكتبت لهم رقم واني فوري مي هذا الرقم كبير حتى حقول لك يا أعتقد أنه 400-500 دولار فهم قالوا لي يريد منك سورينا فيديو كامل على اليوتيوب موقع صيني ملابس وقطع وها فأني أطلب منهم طلبية وأفتحها قدام الكاميرا و try on haul هيك شي على أيام قبل ف واتس واتس يعني شكتر دين فأني وعليت الرقم فأني أملك دولي يردوني دفعولي يعني يردوني دزولي ملابس وأغراض وبفوق ههم يدفعولي دقيقة شكتب لهم شكتب لهم فقدت خل أضرب بالعالي شنو أقصى رقم أتخيلها ينو 500 دولار كتبت لهم 500 دولار بس هذا يعلمك شي أنه أنه من أنا وصغيرة يعني فوري ضربت رقم عالي رقم ما تشتتخيله يعني يعني يمكن بل بسهم للهاي سكول لأنه بوقتها يعني سبحان الله هي قصة الدخلك بقصة بس بوقتها يعني يعني كل ظروفنا صعبة بأمريكا فأني أتعرض للتنمر بالهاي سكول لأني ألبس نفس الشوز كل يوم تخيل ولأني ألبس نفس القطع يعني أنت تعرف هاي سكول أمريكية وستايل وأجواء ولوكس ومعرف شنو والتنمر بأمريكا ترى غير يعني قاسي قاسي كلش تنمر الأجانب يعني الهاي سكول تف تف فوروين فن عندنيها فن فن والله تنمر هذا اليوجعك اللي تكبر هو بيك عايش بيك يعني لليوم البنت اللي كانت تتنمر علي أعرف اسمها وأعرف تفاصيلها وأعرف فيسبوكها وبين حين وحين أدخل وتفرج على فيسبوكها وشوف هي وين وأتذكر أنه سوف رب العالمين وين وصلني شوفش قد هي مؤثر بيك تنمر فكر تعرفي كيه هلا شور أكيد تعرفني أكيد حلوة يا رأيها أكيد بس شوف للأمانة أحسها يمكن هزا كبرت تغيرت أكيد يمكن فكرها تغير أنا ما حجيت وياها بس أكيد يمكن فكرها تغير بس بوقتها يعني كلامها أذاني أذاني لأنه ضربت على الوتر الحساس شو كنت قلت لك يعني كانت قلت لي أنه ما قلت لك تلبسي نفس اللبس ما عندها لبس ما عندها قصص يعني تعيرني بالفقر ما أنت بأمريكا والهاي سكول اللي أنا كنت فيها كانت شوي مرتبة والناس يعني يجون كل يوم وأمريكا ما عندهم زي موحد يعني أنا يمكن معه زي الموحد بالمدارس أنا مشيل تنمر كمان آب أنا ضد أقال يمكن أكون إنحيازية لأنه تجربة شخصية مريت بيها بس أنا ضد أنه أنت تطيل فريدم للأطفال من هاي العمر يلبسون اللي بدهم يا واحد يجيك لابس ديور واحد يجيك لابس ويلمارت فساعتها التقييم يكون على أوه أنت لابس ديور أنت لابس ويلمارت أوه هذا الشرت بويلمارت هذا الشرت بتارجت هذا لأ فوريفر تونتي ون لأ أنت لابس فأنت يعني صعبة لأنه لنكون مواقعين ممكن للناس تقدر تلبس هذه الأشياء فتوجعك بذاك العمر فنرجع للإعلان هذولي كانوا ينطوني مثلا موقع أختاري لبس فأختار لبس وأشياء فعني يمكن ما ردت فلوس بس باقتها لا قلت قوي قلب شنور كتبي كتبي رقم عالي وخمسمائة دولار باقتها يعني أربعمائة وخمسين يتشي مبلغ يعني كان تقريبا إحنا أجار بيتنا بهذاك الوقت يمكن لتساي سبعمائة ستمائة وخمسين دولار عم تحكي أجار شهر كامل في أمريكا ستمائة وخمسين تجيني آني ضربة وحدي فعطتك الشرارة هايدي عطتك يعني خلاص this is a business قررت ساعتا أنه أنت قادرة تنجحي وقادرة كمان أهلك يرضوا عن الموضوع أنه أنا مش دروري يكون دكتورة أنا فيني أنجح بالسوشيال الميديا طبعا وكان قرار موسهل يعني لأنه يعني حتى أهلك أهلنا يعني كبروا أنه الدكتور إلى موقع الدكتور إلى مكانته فلما أنت من دكتور تجي تغريد تقنع وأقنع والدتي أنه ترى أنا ما راح أفض ترى أنا ما راح أفض محامة ترى أنا ما راح زاويت فأنا أمك نعم نعم زاويت زاويت بس بعدين صرت أراويها يعني سأقولها ماما شوفي ماما شوفي صارت تشوف صارت تشوفني سعيدة يعني جتني فترة بأمريكا يعني درست بزنس فجتني فترة قعدنا أنا وأمي أمي ما كانت راضية يعني عن دراست البزنس اي كانت يعني تقولي أنه أنت يعني يعني أنت فرصة البلد البلد اللي يرحوا له علشان الفرص والدراسة والأحلام وبالفعل أنا أصدقائي يعني 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 هسا صديقي صيدلاني تخرج يعني يعني إذا يفتح صيدليت بأمريكا ما شاء الله علي هذا صديقي حتى عندي فيديوهات مصورتهم على قناتي ويا مصطفى أوجه له تحية ما شاء الله علي هسا تخرج صيدلاني من الأوائل على دفعته يعني وهوي من أصدقائي دكتورات فكلهم هسة بهاليوم أنه قد فاتوا بهذه المجالات فماما كانت يعني أدها وجهة نظر أنه أنا شايفتك بمكان شون هسا أتخيل بمكان ثاني فأذكر يعني قلت لها طيني فرصة أنا أثبتلك يعني أنا راح أثبتلك وهذه الفترة يعني كانت صعبة لأنه أنا عندي شي لازم أثبتلك لأمي وعندي شي لازم أنجح بي بس أنا مقيدة اللي أقدر معين ما عندي قدرة كبيرة رحمة رب العالمين يفاجأك ربك ربك في هذه اللحظات يطيك مفاجأة تجي كيف فجأة شي يجب واو فبوقت هأجاني يعني إعلان أو كل شي قوي يعني أول مرة بحياتي يندفع لي أخذته حطيته على مورجج واخذنا بيت وانتقلنا له هنا ماما خلص كانت لي تنعت نور خلص انطلقي أنا واثقة بيت حست بالأمان أنه حست أنه هاي النية مادة تسوي شي تافر بس هول اللي إجوك نور ما إجو من هيك يعني لأنه عالم سيئة بتوحظك حلو إجو من إصرارك على الموضوع إجو من تعبك من اليوتيوبات اللي عملتيها من أنه إيمانك بهيدا الشي وأنه أنت قلت شغلة أنه أمك قالت أنه حاستك مبسوطة حاستك سعيدة بهذا الشي وهذا شغلة كتير مهمة مش ضروري أنه كل واحد بده ينقل يوتيوب لأنه مش ممكن كمان يفشل مش هو الهدف وأكيد ممكن واحد يتوجه أأمن إذا توجه للدراسة للطب للهندسة وهاي الأمور فيها يعني بس إذا أنت مبسوط بس الواحد يلحق الشغف كمان شغلي كتير مهمة أعتقد أني الحمدلله أحس نفسي محظوظة لقيت شغفي بعمر صغير يعني هذا شي قوي أنك تلقي شغفك بعمر صغير حتى دراستي لما درست بزنس أنا أحب البزنس حتى قبل فترة أضايق لأنه كان يقولون نور ستار يعني بزنس يعني شغل شغل بزنس 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 يعني أنت تعرف كل شخص بالمجال هذا عليه سمعة معينة فلما يقولون نور ستار يقولون بزنس فأنا قبل شنت شوية أنزحج أنه ترى أنا مو كل بزنس يعني أكو ناس أحبهم بدون أنه بدون أنه مصالح مش غلط أنه لما بزنس 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 بعض صح بزنس بزنس يعني عندي غنية سمها بزنس فهو مو غلط بس أنه كانت تضايقني لأنه أنا هواي أكو أشخاص بحياتي أحبهم لهم بيعتبروا لما عم بيقولولك بزنس يعني عم بيقولولك أنه ما في عاطفة أو بس مصلحة مو مصلحة بس نور أنه تف نور وقتها كل لشغلها يعني هواي من أصدقائي يعتبون علي أنه أنت وقتك كل لشغلت وأني عاطفية فأتأثر يوجعني هذا الكلام لما صديقة أحبها من قلبي وتعز علي وإلها مكانها بقلبي شبيرة بس يمكن أني مو شاطرة بتعبيري عن حبي إلها ووقتي كل لشغلي تزعل مني أتأثر وقبل أنت أتأثر أكثر بس هسه وصلت مرحلة لك لا أنت بالنهاية هذا شغفك يعني أنا أحب شغلي أحب البيزنس أحب صناعة المحتوى هذا الشي اللي أنا أبدع به ولهي أنا ناجحة به يعني أنا أؤمن أنك أنت تتميز بالشي اللي تحب هس أنا يمكن إذا أروح ما أدري مثلا إذا أريد أروح أصير مثلا مهندسة أكيد أنا حفشل فشل ذريع مليون بالمئة مثلا غطاسة أو 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 سباحة يعني طيارة حفشل والله فشل الدنيا مه قلت كلمة بس على العاطفي قبل ما أنسى كمان العاطفي لأنه هذا الموضوع في شي يعني بيشبهني العاطفي ممارسة وبعض الأشخاص ما بيعرفوا يمارسوا العاطفي لأنه نشغلوا بحياتهم بطفنس وبشغل وببزنس ويمكن ساعدتهم بتكون بكمية الشغل اللي بيشتغلوها يمكن أنا منهم هيدا الأشخاص فبس مش معناته معنا عاطفي مثل ما قلته بس تعبير عنا صعب التعبير عنا يعني مثلا بتلاقي يمكن أختي يمكن أخوك يمكن شخص تاني يعبر أفضل مثلا أو يمكن شخص أو صديقتك بتعبر لأهل أكتر بمعنى بعدد زيارات بوقت بمرتاح على وضع المشكلة أنه الأشخاص التانيين ما بيشوفوا إلا الكم من الممارسة بالنسبة لها الداعم يعطوا عاطفي بس من جوا في إنسان بيكون عنده عاطفي كتير بس ما بيعرف يعبر عنها يمكن يعبر عنها بالمادة يمكن يعبر عنها بتحمل المسئولية يعني في أشخاص بالعاطفي بيعطوا ما بيتحملوا مسئولية يعني بيكونوا عندهم صفر تحمل مسئولية ولكن كلامهم حلو لذيذ وبتلاقي أنه العالم بتتجاوب يلي شو لذيذ شو مهضوم أعرفت كيف وهو ممكن بيفوتك بالحيط بالمشاكل أو بتحمل المسئولية أنت من الأشخاص ما بحكي عن حاله أو عبر عنك أنت من الأشخاص وخصوصا اللي قسيت عليهم الدنيا واللي تحملوا مسئولية من هن وصغار هؤل الأشخاص ما بيعطوا نعبروا على العاطفي هؤل اللي بنسبة لأنه العاطفي هي تحمل مسئولية هي أنا وقف حدك وقت الشدة وقف حدك كون بكل مش بس بالكلام بالفعل يعني هي يقولون أنه اللغات الحب مختلفة صح؟ فأني لغتي ما للحب فعل يعني أنا يمكن لأنه أهمنا انخذلت بعمر صغير من كثير أشخاص كان المفروض ما يخذلوني صار عندي ردة فعل وجدران مبنية تفصلني بين أني أنطق كلمة معينة ولا أسوي فعل بس ما أنطق كلمة تنحسب علي فهمتني؟ فأني اللي مريت بي خلى عندي لغة الحب فعل يعني أنا ممكن أكون قاسية بكلامي أحيانا لأني كمان عاطفية أكون اندفاعية أحتي مثلا ما فكر هواي بس وقت الجد والفعل راح تشوف إذا أحبك أو ما أحبك هنا تعرف إذا أنا أحبك أو لا هواي أشخاص حتى عندي بالتيم أنا بفريقي بشغلي في أشخاص مثلا أنا بشغلي جدية سيريس لأنه ماكو مجال للغلط بشغلي ثاني يعني بس مثلا صارت مواقع معينة صفنا ويج فأني استغربت شبيكت ليش صاف فقال لي نور أنت دافعتي عني قدام فلان وفلان وفلان وقفتي وحجيتي بصوت هاري إنه هو يمكن ما كان متوقع لأنه أنا تف جدية بشغلي بس بالفعل وين توصل إنه وقت الجد هنا تعرف إذا نور تحبك لو لا يعني أنا ممكن أقدم لك الحنان والأمان بشي أعرف أنت تحتاج بس يمكن مو بكلمة لأن أنا الكلمة تخوفني مع أنه أحب أستقبل كلام يعني أنا أستلم حب كلام ما ريد فعل ما ريد هدايا ما ريد مليون شغلة كلمة حلوة بوكي ورد كلمة حلوة تكفيني أحلى تعبير الحب بالنسبة لي بس أنا لا أنا أشتري هدي أريد أقول لك أنا أحبك أروح أشتريك أروح أفكر أبحوش أدور شو جاي عباله شي أنت مثلا تريده من سنة وما وخطط لك وسوي لك مليون ستب وأنت تنصدم وتقول ووو سبحان الله هاي وشوفي هايك أنت تعرف تعبري عن الحب والعكس صحيح اللي بيعرفوا يعبروا عاطفيا إجمالا يعني معظم الوقت بيكونوا ماديا ما بيعرفوا يعني ما بيعرفوا مش ما بيقول حتى هني ما عندهم البزنس ما عندهم البزنس يعني بتلاقيه العاطفة اللي هو عنده كلام حلو يعني مش على طول بيكون ما بدي أقول يعني بدي أقول بس ما عملاقي كلمتين اللي هي ما بش على طول بيكون ناجح صح يمكن ما يكون عنده طموح إنه هو بالنسبة إليه يريد يعيش ويكون سعيد محبوب أكتر يمكن هذا الشخص لأنه مريح سعيد ومرتاح بالحياة ما عنده شي يثبتل أي شخص فرحان بحياته وسهل أنت يعبر عن حبه يقول يحكي بس مثلا في عندك أشخاص ثانية لا أنا ما أقدر أحكي خاف أحكي وخاف توجعني هاي الكلمة بعدين خاف أحكي وخاف تنحسب علي هاي الكلمة وبعدين خاف أقول لك أحبك وبعدين تجرحني أو تحط ملح على الجرح اللي أجعني لأنه خلص الكلام خذلني من قبل فما أقدر أقوله مرة ثانية بس أقدر أراويك أني أحبك وإنت بعد مشكلتك لازم تفهم أني أحبك وكمان يعني بتخاف يمكن تعطي لأنه تعطي وقت لحتى يصير في قبول أنه أنا فعلا عم بتقبل الحب اللي أنت عم تعطي يعني الأمان تعطي وقت حتى تعطي الأمان للشخص و ما أمن بسرعة يعني ما أمن بسرعة وممكن أنا يعني للأمانة يعني أنا أعرف أعرف شنو شنو الشغلات اللي بي كارثية يعني منهم أني مثلا دائما لازم تقول لي أنك تحبني يعني أنا ممكن إذا مثلا يوم أنت ما عبرت عن حبك إلي أرجع لذكريات سابقة مريت بيها لأشخاص الذوني وقول لا خلاص ما عريد ما عريد أن نجرح ما عريد أن نقهر ما عريد أن نكسر قلبي بس وما صار شي يمكن ما يستدعي لهذا الشي بس يعني I'm trying to heal كمان لازم أغير هذا الشي لازم أعالج هذا الشي بس هاي من شغلات اللي اللي آني أمر بيها دائما I need you to reassure me and tell me that you're here for me أنو أنت ترجع تقول لي دائما أني موجود أني سند أني أمان كمان أني لأن ما متعودة أحد ظهري هي وأرتاح و I let go ف لما ألقي شخص أكون ويا هي هاي طفلة اللي ما أحسب حساب لشي هنا هذي اللحظة الفارقة يعني آني أعرف أني حبيت شخص لما نور الطفلة تطلع هنا أعرف أني ما خايف أني ما دائما أدرس كل تصرفات ما تعملي له تجارب هاي هنا أعرف أني حبيت لقيت لها الشخص أو بعد سؤالك شوف قد سألتني أسئلة كلها جوابت عليها وصلنا للحب شوفت شون تلعث مز كده بس ما بد تفكير مفروض ما تفكري أم دا لا شوف جواب وموجود لأنه يعني همي أنا ترى الجواب ينحسب عليك بس أكيد شوف أنا حاليا أعتقد أني لقيت يعني أنا حاليا هسا أنه يس لقيت الحب اللي أدور علي بس أجان بحكم أنه الشغلات اللي مرت علي دعما أخلي عشرة بالمئة أنه نور ما تدري الطفل النور الصغيرة يعني حبته البنت الكبيرة الطفل بعد ما ما عطيته الأمان ولا عطيته الأمان شوف أنا أأمن أنه أنت تجذب الشخص اللي يناسبك فأنت أدور على شخص يكون نظيف يكون ما عند حسابات يكون كريم يكون كريم ممكن يكون كريم أكيد لازم يكون كريم شبيك يعني إذا ما كريم شون يقدر يعيش يعي لازم كريم يعني كريمة فهو لازم يكون كريم ما يصير إذا مكريم ما نقدر يعني نتفق بس ما في واحد يترك عشرة بالمية نور ولا واحد بالمية يعني يمكن هيدا الواحد أكيد أكيد إذا قايل هيدا الكلام للي بتحبي رح قليك أنا مش راضي بتسعة تسعين بالمية لا أنت تحب تحب فلي بس هم يعني غلط رح يعني يعني غلط أنك تسلم كل شي مية بالمية خصوصا إذا ما كو شي رسمي أكو شي يعني لازم يعني هم حلو أنك تحط لك خط رجعة مثل ما يقولون يعني أنت حب بس هم أن أحط لك خط رجعة عمود ما لا سامح الله لا سامح الله أن ما تدري دنيا إن شاء الله نتأمل وأكيد نيتنا بهالعلاقة الصدق ونيتنا نهايتها خير وبدايتها كانت صح ونهايتها إن شاء الله تكون صح بس ما تدري الدنيا بالنهاية نصيب إن كيس بس تب غير موضوع الأمان نور والأطمئنين كطفلة كبنت جرحت وكبنت بدا تتأكد من كل شي كان فيه أشياء ببالك غير هذا الموضوع منها أمور العلاقة بأنت نور ستار أنت مشهورة أنت ناشحة أنت الحمد لله ماديا مرتاحة هل كان فيه مواصفات للشريك إنه لازم يكون بغض النظر عن الحب إنه يكون يعني عنده مواصفات معينة قريبة للي أنا عندي إياها أهم شي الاحترام أنا ما أقدر هؤل الأساسيات لا الاحترام أهم شي الاحترام من النمبر ون أنا اللي ما يحترمني ما يعيش حواليه ما أطيق اللي ما مو بس يحترمني احترام بحياته يحترم الكل أنا أراقب الناس شوان يتعامل مع الطفل تقدر أنت تعرف هواي عن شخص من طريقة تعاملة مع الطفل من طريقة تعاملة مع الموظف البسيط من طريقة تعاملة مع الشخص الكبير بالعمر إحنا إذا تركز خصوصا أنت تتحكي عن شخص تريد تكمل وياه حياتك احترام أهم نقطة رقم واحد إذا ما يحترمني ما يكون حواليه وأني شخص يعني يعني ما أقدر أتحمل أحد ما يحترم يعني شخصيتي ما أقدر لأنني أهم أحترم الناس كمان شغلة ثانية مهمة أعتقد هايا يعني أنا كلش أتهمني عيون الشخص ألاحظ عيون الشخص لما أكون حزينة لما أكون سعيدة لما أنجز وسوي شي لما أنجح تقدر تعرف حقيقة ونوايا الناس بشكل ما تصدقه من عيونه لأنه الملامح تكذب بس العيون ما تكذب عيونه شوف أنت من تفوت للمكان عيونه شون تتلقاك شوف أنت من تقول خبر عيونه شون تكون لمعتهم عيون الناس تقول لك حقيقتهم فأني هاي شغلة كلش مهمة عندي ألاحظ ملامح وجهها بس أهم شي عيونه شون عيونه تتصرر ما أكون أنا سعيدة فرحانة مأنجزة عيونه كلها غيرة كلها حب كلها سعادة شو بس الحبيب حتى الأصدقاء حتى الأصدقاء حتى your inner circle team maltech بس عجبني نور يعني أنت كل شي أنا جربت أسألك لشوف جواب غير اللي قلت الأخلاق والعيور والمشاعر ما حكيتي شي ما يدي أبدا يعني which is something مبارح كد عم بحضر podcast تبعي يعني كنت سألت ضيفتك أنه قلت لك أنا لازم يكون مش موصف يكون بزنسمان يكون نعم أنت هلأ عم بتقولي أنا بس ما بتلاقي أنه لازم يكون في نجاح معين مستوى معيشي معين يعني اللي قلتهم كتير حلوين لا يكون طموح ما ضرور يكون غني بس يكون طموح لأنه أنا عندي إيمان أنه الشخص الطموح ينجح بس الشخص اللي ما عنده طموح هذا اللي خوفك هذا رح يفشلك ويحبطك ويغار منك ويسوي لك مليون مشاكل والعلاقة ستكون سامة وتوكسك لأنه هو مو شايف أنت شايف أنت شايف نفسك فوق هذاك الجبل هو شايفك بأعماق المحيط لأنه ما عنده طموح هو إذا يخاف إذا يطلع الجبل رح يطيح ويغرق بس أنت تقول رح أطلع الجبل وبوعل الإطلالج قد حلوة فأنت الصورة اللي شايفها بمخك غير شايفها بمخه هو فلازم يكون ضموح أنا ما عندي مشكلة يكون إنسان جدا بسيط يكون إنسان عم يبتدي حياته هسه يكون إنسان عنده أحلام شبيرة بس مثلا موظف عادي بسيط ببلش من خطوة وحدة ما عندي مشكلة مو أضرب لك مثاليات ولكن أنا بيوما ما كنت إنسانة ببدايتي بسيطة وكان كل اللي عندي هو طموح هم ولأنه أول شيء توفيق رب العالمين من ثم إيماني بطموحي وسعي المستمر وصلنا فاللي عنده طموح يوصل ولو بعد سنين وبعديا أنا هم أأمن بأنه أنت لما تكون مع الشريك الصح نجاحك يكون أسرع يمكن هو أوكي بدايته بس أنا مثلا موجودة بحياته أوجهه بطريقة معينة أنصحه بطريقة معينة عنده فكرة أنا أدعمه بطريقة بطريقة ما إنه إحنا سوى نبني مع بعض شي قوي صح صايرة ولا ما صايرة ترى أيام قبل والتجار قبل كانت يعني نجاحاتهم جزء كبير منها هم وشريك يعني العائلة وإذا أختين يتجمعون سوى وينجحون أخين يتجمعون سوى دعما أكو شخص ممكن يساعدك تنجح أو خطوتك تصير خطوتين فأني مو ضد هذا الشي مو ضد إنه إذا أنا وعن شخص صح واثنيناتنا نكبر سوية نشتغل ونتعب ونبني نفسنا ليش لا مو ضروري أخذ من هسا يقدر يشتري لي بيت بس ممكن بعد خمسة سنين ثلاثة سنين يشتري لي قصر صح صح بتلاقي بس الامرأة اللي هي ناجحة بتخاف عندها خوف ممكن يكون من إنه تلاقي شريك يحبه بس على شخصة عنديك هيدا الشك ممكن يمرء لحظة شنت أفكر هيتش شنت يعني قابل شنت أقول إنه حتى شنت أسأل سؤال غريب إنه أنت تحبني لو تحب نورستارس هاد السؤال شتسألة أنا أقول لك أنت بتحبني ولا بتحب نورستارس بس بعدين افتهمت إنه ترى نورستارس هي أنا يعني هي جزء من هي شخصيتي يعني أنا بالنهاية صحيحة على السوشال ميديا بس هي جزء مني ترى هما مو إنسانين منفصلين هو إنسان واحد صح الشخص لما يشوف نور يشوف نور ويشوف نورستارس ويشوف نجاحها ويشوف هي كلها كباكتش فأنت يعني هاي أعتبرها يعني نوع من العدم يعني يعني مو صح السؤال أصلا كله على بعضه غلط إنه أنا أنت تحبني ولا تحبني ما أنت جزء من شخصيتج هذا الجزء من حياتج يعني أنا أطلب منه يتقبل نورستارس بس ما يحبها يتقبل اسكات جولها وشغلها وركضها وتعبها قدي هالشي سهل قديش هو كشخص رح يقدر يعني أنت 24 ساعة بتشتغلي نور موسهل للأمانة موسهل وأني أعاني من هذا الشي وحتى يعني جزء من المشاكل اللي تكون بعلاقتي تكون أنه أنا أشتغل لازم أخفف شغل هيج قتلي قبل شوية ممكن أني هسا موجودة ممكن بعد كم سنة أختفي لأنه أحس همينة يعني أني بلشت قم كنت تركي السوشيال ميديا كل شي ممكن كل شي ممكن يعني أغان أنا أحب السوشيال ميديا يعني الله يشهد على كلامي أنا أسوي السوشيال ميديا وأصنع محتوى يعني أحب المحتوى أحب السوشيال ميديا بس ترى أكو هواي مجالات ثانية بيها فلوس أكثر وبيها نجاح أطوار بلشت يس بلشت أكيد فيعني يعني توصل مرحلة ترى وقتك بمجالة مجال ثاني أثمن من وقتك بمجال صعب مثل السوشيال ميديا على قد ما هي حلوة والشهرة حلوة والشهرة إلها تفن ونسى والناس تحبك وتعرفك وتداريك بس همينة صعبة كلام الناس تعليقاتهم لبستي أكلتي شربتي سافرتي ولازم تحترم تعليقات الناس لأنه بالنهاية أنت شخص مشهور جزء من حياتك أنت قبلت هذا من جزء من حياتي ما يصير أكيد لازم أكو احترام من المقابل من المتابع بس بالنهاية هذا رأيهم وأنت عرضت نفسك لهم فلازم تتقبل بس هل هذا الشيء سهل لا مسهل صعب فما أدري نور أنت عندك أفكار كتير وبلشت سألتك بلشت قلتي لي بلشت وعملت عم تعملي بزنس بلانز وأشياء من العقارات مجال العقارات والريل ستايت بس قبل ما نحكي عن هيدا البلانز أنت كنور بتلاقي أنا عم بكبر وبنفس الوقت الكونتنت تبعي ما بعرف إذا عم يكبر معي بالعمر ولا بعده بمحله يعني نوعيته عم تكبر مع عمرك ولا لا أنت بديك ترجعي تحطي الكونتنت يعني هل تحطي الكونتنت اللي بتعملي لا بالعكس يعني إذا سوي كونتنت يعني اللي أنا أحب يعني أكو شي لازم الناس تعرفه ترى يعني ريسنتلي أطلقت مي بودكاست البودكاست مالتي ستارس بودكاست نبروك و بجنة و الستاب كتير حلو حبيبي مرسي شكرا لك ستارس بودكاست يعني تشوف الكواليتي تشوف الهاي هاي يعني كلش جودة عالية متعوب علي وصرفته هواي علي انبسمنت يعني استثمار يعني أنا قادرة الحمد لله أني أصنع هذا النوع من المحتوى اللي هو المحتوى الثقيل اللي أعلى أعلى محتوى بجودة و يعني تحضيره تصويره مضمونة بس بنفس الوقت أحب على قناتي تشبيرة اللي بيها فوق العشرين مليون لأنه هيك بلشت القناة وهذا المحتوى اللي هو الأفوي حلو أحب أصنع هذا المحتوى فأني حتى ترى بستارس بودكاست هما أنا حبيت أوصر رسالة أنه أنا قادرة أسوي هذا اللفل بس أنا أحب هذا اللفل فأرح أقدم لكم لفل عالي يليق بيكم أكيد ويليق ب يعني بوجوهكم الحلوة على هالقناة لفل عالي فذا تحبون أو تريدون تشوفون من نور شي هاي كواليتي يعني كبير وقوي وهيك موجود بستارس بودكاست بس بنفس الوقت خلوني هم أسوي العفوي خلني ألعاب وخليني يكون انترتيمنت وأشياء محضورة لأنه أنا أحب المحتوى العفوي يعني أنا مو أسوي فيديوهات وفلوغات وشغلات فن وشغلات مسلية لأني أتعاجز أو أتكاسل أو ما أقدر أسوي لكم واو كونتنت ومحتوى كلش فخم لا أقدر بس أنا أحب العفوية لأني انشهرت بفيديوهاتي البسيطة العفوية اللي أنتو تعرفون منها مشاعري وشخصيتي ما فكرتي تنتقلي يعني أوكي هيدا حلو أنا ما أسألت السؤال إنه هيدا الشي مش حلو بس أصدي فكرتي تنتقلي مثلا للتمثيل إنه تعملي برامج مسلسلات بهيدا المجال جاني هواي عروضات يعني عروض للأمانة ما تري أحس يعني وقتي يعني أوكي أنا عندي هالوقت هذا وعندي الحمد لله يعني مالتي سوشال البلاتفورمز يعني منصات التواصل مالتي اللي ترى ترى يعني أحتاج هواي وقت وجهد إني أهتم بيها فهل يعني أنا أحس إليك السؤال هل أترك قنواتي وحساباتي والمحتوى اللي أسويه أنا لمتابعيني وإحنا متفاهمين وروح أسوي برنامج على التلفزيون لقناة ثانية مع احترامي لكل القنوات أكيد يعني لهم هيبتهم ووجودهم وتقدير كبير لهم ولا أركز على محتواي وناستي واللي عندي يعني هاي هي كانت المعادلة فهمت عليك لا أنا مش عبدا مع أنه تتركي أو شيء حابب شوفك بتجربة أنا حابب يعني شوفك بتجربة تمثيل تجربة أعرفت شو ممكن مش إنه بالعكس أنت قناتك يعني it's a channel it's a TV it's a channel والعالم كلها أصلا هلأ يعني عم بتعاني القنوات مش يعني مع كل الاحترام it's the social media is killing the TVs so traditional media شوي عم بتعاني فلا أنت من الأشخاص اللي أنت من الجيل ومن الأوائل بجيلك اللي اللي طلعوا channels اللي طلعوا محتوى يعني أنا مو ضد فكرة أني أمثل ممكن ممكن تشوفني أمثل بس ألف إلا الدور الصح الشيء يعني ما رد أطلع أحاول يعني أحاول يعني ما يعني إذا مثلت أول تجربة تمثيل أحاول أختار صح عشان أقدم شيء مؤخرا نور شو تذكرت أنت مؤخرا الله يسطر أنا بشوف لأنه أنا مصور فخديها بروح رياضية أولي أولي كتير صورك حلوة كتير في أشياء في شي عم تعملي هيك سويتش ما بعرف شو هو يعني في هيك نضوج وهاي كلاس وسكسي يا أنت من جوا فرحاني وبرا عم يبين يا مغيرة عم لي شي هيك كتير لا هو صح يعني أنا الحمد لله أعطيتك أنا إكزت بس ما مش ضرور تخديها لا أشوف والحمد لله أنا الحمد لله سعيدة وبمرحلة من حياتي كلش شاكرة لرب العالمين على المكان اللي أنا موجودة بيها اليوم الحمد لله وكمان صح يعني نظرتك صح أنا والفريق مالتي من فترة يعني بلشنا نغير يعني الري براندينج بس ري براندينج لنور اليوم لأنني هسا بطلت طفلة بطلت مراهقة هيك صغيرة يعني هسا أنا شابة صح يعني خلص في 22 اشرينات أنا عم شوف المرأة عم بتصير الجميلة عم تظهر وعم بتجوهر صح لأنه هسا خلص هسا هذا العمر اللي هو فري براندينج صار بطريقة ناتشرال وطبيعية اللي للنور اليوم يعني لا أحاول اتلبس شي مو علي يعني أنا البراند الذي أحبها واستثمر بيها أنشر عنها البرودكت اللي اشتري وقالبسة بحياتي اليومية انشر عنه فهس هذا الري براندينج دي صير ده افوت شوية هاي فاشن هيدا اللي عم لاحظه وانه نعمل فوتو شو تصوى يا ريت والله اني كلش احب تصويرك من زمان ده اقول لك هاي القصة قبل شوية خليني احجيها لهم كنت ده اقول لها انه واني بامريكا واني اشتغلته فامتابع اكاونت فاشوفي نزل جلسات تصوير ويعني هو مبدع بالتصوير يعني طب نمبر ون والله فقلت لك قلت لها يا ريت لو نصور بس ان شاء الله قريبا يلا يلا حلو ارتستك كل شي منك حلو البرندات طالما جبتي سيريتها كتير عندك شغف للباكز وحكيتي هدا الشي وبتعتبري استثمار طبعا طبعا شوفاني مو اي باك احبها اي مو اي شنطة احبها يعني احب يعني كل تواضح ارميز انا محب ارميز بس مو ضرور حتى يعني ارميز اي مو اي شنطة احبها وكمان اذا جنطة من براند ثاني احب شي مميز شي اكم انه كم قطعة اشتري منها قطعة الية لانه احس هاي تظل باتشر بنتي تكون عندها هاي الجنطة اللي انطلقت منها مثلا خمسين قطعة بالعالم فحلو الها وما تخسر قيمتها انا محب اخسر يعني احاول دائما خطواتي تكون عارفة وين احط فلوسي لانه فلوسي والله اتعب بيها يعني ما ما اجيبها بالهي بتعبي الحمد لله والشكر كل شي اليوم اني عندي جبتها بتعب ما يعني اقدر اقولها وهاي جملة كلش مهم انه تنقال لانه كهواي بنات يتابعوني قريتهم يسمعون هاي الجملة ويعرفوها اتعبي واشتغلي وسهري الليالي واجتهدي لحتى توصلين للحظة تقولين انا اليوم كل شي املكة بفضل من رب العالمين ثم جهدي الشخصي ماكو شخص اشترالي شي هاي اكبر يعني انجاز انك تقول انا هاي ما جتني هدية تعبت واشتريتها ما يقدر باتشر واحد يطلع يقول جنتتها انا مشتري هي ترى اللي يطي يحتي يا ما اكون قاعدة بجلسات وينط واحد يقول لي تعرفين فلانة هذي تش الشغلة اللي عدها انا مشتري هي فاني هذا شفت على ارض الواقع فلهيش اقول لكل بنت اشتغلي اشتهدي اتعبي اوصلي واشتري بتعبتش اشتري بجهدتش طعمها رح يكون غير غير لها القطعة اللي تشتريها بتعبتش والحقائب ياس استثور اطيك مثال اول شي يسعد ربك متل ما بيقولوا الاردنية يسعد ربك اخت الرجال الحمد الله مرابع لك عالجاد وحيات الله يا نور يعني فخور فيك مبسوط فيك هالبنوت الصغير اللي تعرفت عليها هيك وعم بتولع نار من الطموح اللي عند اياها ومن الاندفاع وكلامك قديش مغيرة وقديش يعني هيك الوايز وفهميني وبزنس ومن بفتخر فيك وحيات الله يا نور هاي وحدة من الجنة بس انا مو هيج لانو انا اول جنطة يعني ترى سهل تجيك جنطة بدون تعب سهل بس صعب بتوصلك وبجهدك وبتعبك طعمها غير يا اخي يا اخي احساسك غير فاني لما نزلتها لانو هذا الاحساس كل ابنية راح تتعب وتتوظف او تتعب وتدروس سنين لحتى تشتغل وشغلة تحبها وتجمع فلوسها فلس على فلس عشان تشتري شي معين ساعتها راح تحس بقيمة الشغلة اللي تشتريها وحلو انو يعرفون هذا الشي لانو مجالنا ممكن يخدع ترى اكو هواي ناس مع احترامي اكيد يعني لكل الناس بس انا دا حتي عن تجربتي الشخصية اكو هواي ناس يجيهم هواي اشياء ع طبق من ذهب هاي الاشياء اللي تجي ع طبق من ذهب طعمها غير عن الاشياء اللي تتعب يلا تاخذها وتشتريها ساعتها ما اكو احساس بالنجاح يجي فاهمني صح فاهمني صح مظبوط و احساس بالنجاح و احساس انه تريوردينج يعني انا عم كافئ نفسي هذا كتير مهم طبعا انه نحنا مش غلط انه انساني كافئ حاله وما في اجمل من انك تتعب وتكافئ حالك طبعا انا اؤمن بهذا الشيء مليون بالمية وهماتين لما تشتري شيء لا تشتري عشوائي لا تشتري شيء بس لانه فلان مشتري او فلان اعلن عنه يعني انا هواي اسوي اعلانات لمنتجات اكيد اؤمن بيها واحبها بس هم نصيحتي لكل البنات قبل ما تشتريين اي شيء بحثي عن شوفي تقدرين تشترينا ولا لا شوفي فيه احسن مننا بالماركت ولا لا يعني كوني حريصة بفلوسك وشوفي اذا انت بتحبيه مش جايبتيه بس عشان فلانا لبسته ولا فلانا لبسته ايه طبعا يعني انا هواي اشوف اشوف اشياء ترنت مثلا قطع تكون صارت تهب ام انا نادرا اشتري قطع هبة قطع الهبة ما تشوفها عندي هواي ممكن مرات مثلا جنطة من البراند هي شيء تعجبني بس اجين تعجبني ما مشي وي الهبة وتصدق مرات اكون طالعوي صديقاتي فمثلا صديقتي تشتري وتقول يلا على الواهس سويتها سويتها كم مره اشتريت قطعها على الواهس بس انا من جوه ما عاجبتني تصدق اني ما لبستها لليوم ما لبستها هذا طبعي اذا شيء مو احبه واقتنع بي من جوه ما اقدر البسه ولا احبه ولا هاد الشيء وحتى ارمز يعني ارمز مرات الناس يمكن ما عدها يعني خبر عن هاي المواضيع او اني ما شنتعرف اني ما شنتعرف اني تعلمت شفت سألت بحثت دراست الموضوع تعلمته سويته بس it's a business بسنس وبلاجر مثل الساعات حلو واحد يجمع بين البزنس وبين البلاجر زينة تشتلبسها تكشخ بيها حلوة مرتبة نسوكت ربح فيها يعني انا واحدة من جنطي اجاري عليها اوفر اكثر بميتين الف درهم حمش ميتين الف درهم يعني انا جنطي مشتريتها اوكي نور ربح فوقها ربح بسطينا اياها لانه limited شميل ما كان فيها حصل يعني جنطة لها استثمار again سعرها غالية عم تستثمري بال بالعقارات ايه طبعا يعني استثمار بالريل ستايت حتى قطع معينة انه الفاشن مثل المزن الجنرال جنط احبها حتى يعني الذهب على قد ما انا جوليري اشتري براندات هواي بس انه بس انتي بري الذهب بيظل بس مانيك شوقف يعني بعرفيك من وقت اللي بعرفيك يعني اوكي وقت اللي بديك تجخي بتجخي نسميها الجخ يعني بس انتي مش بطبعك لا انه شوقف لا لا هي مو عضلات الشوقف على مين اشوف نفسي على مين ليش لمين اريد اثبت وش اريد اثبت واني عارفواني مين اينو اني منو بيني وبين نفسي اينو منو نور وانو شنو نور وشنو قدرتي أثبت له منه منه يستحق أني أثبت له وبنفس الوقت كثير من الناس اللي يحبوني ما يستحقون أني أشوفنا ليش الغرور والتكبر ما يسويها للإنسان الناقص دائما الشخص الناقص يكون مغرور الشخص الناقص والعديم الثقة يكون شايف نفسه وإيجو وآني وآنا شايفهم هذول وآني فلان فلانية ويناقضون نفسهم يا أخي يناقضون نفسهم يعني ناس يقولون يحكون مثلا على ناس تلبس براندات بس أقسم لك بالله أنه هم لو عندهم القدرة يشترون براندات ليغرقون نفسهم براندات ويعاملون الناس كأنهم نكرات عندهم لأنه شايف هذول الناس آني شون يعاملون الناس وهم مهسة بحالتهم هاي فتخيل إذا الله رزقهم وصار أدهم قدرة أنه يشترون اللي يردون من البراندات وعادة هو الأشخاص عادة الشخص اللي بلى تعب سموه النفوريش هو بالأكل اللي بيغنى هيك فجأة أو بيكون مو ضروري يعني ممكن شخص يكون الله رزقها أوكي بس تعامل مع الناس يعني في ناس يتحسهم سبحان الله عدهم هاي الفوقية يعني يعامل البشر بطريقة وفي كثير بمجالنا يعني آني يصدفون وياي أصفن أصفن هيك أصفن يحرك دمي يصير عدل بس وياي الناس البسيطة تحس طب التمين انت مين بس هذول يكون عندهم نقص صدقني ويكون كمان ما حاسس بمشاعر دول الناس آني اشتغلت هواي أشغال بسيطة يعني آني اشتغلت أشغال كان يندفع لي بيوم كامل دولار وتسعين سنت إذا ندفع لي دولارين ونص آني طير فوق الغيوم يوميتي اشتغل من الصبح للليل على نت إيفن تو دولارز فلما مريت بهذا الشغل فأني أحس بهذول يعني أحس بالناس أحس بكل شخص وهو يشتغل أصغر عمل وأكبر عمل وأحترم وأقدر كل شخص لأنه أدري أدري شنو الصعوبات اللي يمرون بيها على ما ودي كسبون لقمة أيشهم البسيطة اللي هي بالنسبة لهذا الشخص اللي داي عاملهم بغرور وجبة مطعم فهذولي هذولي يعني فما حب ما حب أنه بالوسط بالسوشال بيديا في كتير النور وهيذي يعني شوفت رفعت المناخير وشوفت الحال ومشكلة حكمتي طلعون يحشون بالأخلاق ويحشون بأنه وأنه يصفنهم يا ربي يعني بس همين ينكشفون ترى تطلع بعدين السوال ترى الإنسان المعدنة مو نظيف ما يتوفق والله صدقني المعدنة مو نظيف ما يتوفق شوف الشخص المعدنة حلو مرزوق وين ما حطها يرزق آني الحمد لله والشكر دائما دائما نقول لأمي يعني آني أمي دوم نمزح بهذا الموضوع نضحك يقولها آني مرزوق وين ما حطها الله يرزق جنطة بيت سيارة تصدق أني آني اشتريت سيارة سيارة اللمبورغيني اشتريتها من فترة وبعدها رجعت آني بالأول فترة ردتها يعني أرجع ربها بس أجارها كان غالي مهم منا لهنا لهنا قلت ليش أجرها وليش ما عرف شنو خلش تريها قالوا اللي تخسرين بيها هور تخسرين ترى جهزي نفسك مية ميتين ألف بالقليلة تروح من نجح أنت شنو رح تاخذيها ترك بيها تردين كم شهر وتبيعيها رح تخسرين ما سمعت خلص توكلت على الله وأني بنفسي كانت السيارة وجبتها كلها قالت لي تخسرين أقول لك أني أنا ربحت بيها خمسين ألف درهم أوكي خمسين ألف درهم يعني مو مبلغ بس بش خسرت يعني ما خسرت يعني جبت السيارة صار في طلب عليهم أربعة شهر خمسة شهر أنا أتونست بيها سقطتها لفيت دبي سويت اللي أريده خلص يعني طلعت من عيني وصار طلب عليها وخبروني وما كانت بالماركت الأوروس وتعرف طبعا غليت روسيين صارت فيه كثير ناس من روسيا عم تجي هون ويشترون السيارات الفاخرة وهيك وارتفع الماركت وبعتها بربح سقطتها أشهر وتونست بس ليش لأنه أنا يعني خلص خلص مرزوقة مرزوقة أقول لأمي أقول لأني مرزوقة الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن شاء الله على طول يعني هيش نضل وإن شاء الله دائما أظل مرزوقة بس يعني صدق والله ولازم أنت تآمن أنه أنت يعني طاقتك رزق طاقتك خير لما أنت تآمن رح رح تجيك الرزق ربنا سبحانه وتعالى يعني ما عرف الآية بالحرف بس رح أقولها قريبا للآية يقول وأنا عند حسن نضن عبادي بي تأمل ممكن بعد فترة ولما تزرع شار كمان رح تلاقي بس مش ضروري بنفس الوقت طول بيلك جاي لعندك جاي الفاليوز قيمة الأشياء قيمة الكلام أنا تعرفت عليك من من سنين يمكن لو العلاقة ما كانت حلوة وصح من بدايتها ما كملنا أنا شو بقول أنا بعد عشر سنين بدي شوفها لنور لا بدي شوفها أنا ما يعني ما بنتر النتائج النتائج ضغري أنا بس أنا عم بحكي أنا مش عن حالي أنا بحب العالم كلها تفكر بهيدا التفكير أنه أنت لما تشتغل يشتغل من قلبك وعطي عطي من كل من كل محبة ومن كل قلبك عطي لشغلك وخذ حقك أكيد بس كمان الهدف يكون أنك أنت عم تزرع values ورح يرجع لك وعم تزرع قيم وعم تعمل اسم وعم تعمل صيت وهيدا الشي بيرجع بعد سنة واثنين وعشرة 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 سنة كله رح تلاقيه وما بتنقطع كل ما كترتهم لل values اللي بتزرعهم رح تلاقيهم ورح تلاقيهم بعدين لما تكون أنت بوقت محتاج أنك أنك يمكن الشغل ما مدقر معك يمكن أنت تعبت رح يطلعو لك رح ينبتو لك مليون بالمية مليون بالمية شنو أنت تسوي يويل رسيب بعدين شغلة يعني ما ريد همين الناس تفكر أنه إحنا مثاليين لا مو مثاليين ترى جهاد النفس أصعب جهاد بس لازم تدرب نفسك يعني في I think I think حديث للرسول عليه الصلاة والسلام I'm sorry يعني بس I think اللي هو حب يا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام حب لأخيك ما تحبه لنفسك شكت هي هاي الجملة سهلة سهلة تقولها بس تطبيقها أصعب شيء بالدنيا لأنه هذا أكبر جهاد للنفس يعني تخيل أنت تحب لشخص اللي حدك أو شخص ما تعرفه يمكن اللي تريده لنفسك شكت أني أريد أنجح شكت أني أريد الرزق شكت أني أريد حياة ببريفكت لازم هذا كل اللي أريده أتمنى لغيري أكو شيء أصعب من هذا هذا أصعب شيء هنا أنت تجاهد نفسك يعني أنت نفسك نفس أمارة بالسوء نفسك أمارة بالسوء نفسك دائما تقول لك غار أحزد أقهر أغضب نفس أكبر شخص يعني يحاربك هو نفسك إذا من أمن بالكارما ساعاتنا بتصير سهلة بس أنت لما أنت تجي تريد تدرب نفسك لازم يترين نفسك أنه لأ أنا لازم أتوقف يعني مثلا مثلا شفت فلان عنده لنبورغيني أنت تريد لنبورغيني نفسك رح تقول لك هذا ليش عندنا لنبورغيني وأنا ما عدي دغري فأنت لازم تدرب نفسك نفس اللحظة نفس اللحظة الله يهني الله يرزقه ما شاء الله أوه أنت لنبورغيني والله يرزقنا يا رب يرزقنا والله أنت تغير فأنت مرة على مرة على مرة على مرة تدرب نفسك ساعتها تصير أنت تدرب انت تتحكم بالفكرة اللي تفكرة افكارك تحت تفكيرك تحت كنترولك لما افكارك تكون تحت كنترولك هنا نيتك تصير عدلة لما نيتك تصير عدلة حياتك تنعدل صح والرزقة بتجيك وش يجيك نور حبيبتي ها وانا اول 30 منت الحديث وياك لا يمل والله والله معيك الحديث كمان يعني متعة وهيك اكتشاف لنور اللي صار لزمين ما شفتها نور الناجي نور الزكية نور البزنس ومن انبسطت كتير بالحديث معيك شكرا جدا والله انا اسعد وصراحة يعني هسا اني حجينا هواي بس احست كانت هيك محادثة يعني مو هي موسألة جواب ترا هواي ناس فاهمين فكرة البودكاست غلط انه هي مقابلة او سؤال جواب ترا البودكاست مو هيج البودكاست هي هذا اللي صار هسا انه يعني قصة مننا عبرة مننا موقف مننا ضحكة مننا حوار محادثة وان شاء الله يعني الناس تستمتعوا هي تحبارها اكيد انا اكيد اللي بيسمعك عم يستمتعني يا نور لانو كلمك انا استمتعت وان شاء الله كل العالم تستمتع يا رب يا رب واشكرك كلش هوايه انك استضفتني اليوم عندك هذا شرف كبير هذا شرف لأيلي حبيبتي يعني انت تعرف مكانتك عندي استاذ كبير مقامك كبير حبيبتي تسلامي ما تكبريني ما تكبريني يعني هذا كلام يمكن كثير من الناس تعرفوا عليك من خلال يور بودكاست بس ما يعرفون ما وراء البودكاست ان شاء الله لنا جمعة ونقعد نسولف ونتعرف بيها على ما وراء حكمة بودكاست مين الكنج اللي وراء هذا البروجيكت الكلش حلو انا مش قدي الكلام العراقي الحلو واللهجة الحلوة تسلامي لي والله يشهد ان اطالع من قلبي وانت تعرفني يعني بالحقيقة بدون كل الكاميرات تعرف بعستك عندي ويعني يعجز لثاني انه اعبر ثراحة بس انا كلش سعيدة بوجود اليوم سعيدة لانه انت اول شخص انا صغرت وياه برودكشن ضخم فلفت بينا سنين وبعد شي ثمان سنين قعدنا على طاولة وتناقشنا بمواضيع يمكن انا اول مرة هواي من الاشياء اللي قلتها اقولها بس لانه احس بالامان يعني عشرة سنين حبيبتي تسلمي نور وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح الاكبر والاكبر شرفت البودكاست وثينكيو سو ماتش شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا